طيب إحنا قبل ما حضرائك تشرفنا كلنا نتكلم عن وجود نادي الأهلي في كاس العالم الأندية عايزين نبدأ من هنا رأيك في وجود نادي الأهلي في كاس العالم الأندية والتشكيك في حقية الأهلي إن هو يكون موجود بصي دايماً يعني النادي الأهلي حاجة كبيرة جداً في أفرك الناس كلها يعني مش متخيلة اللي تتلعب البطولة من غير النادي الأهلي فطول عمر الناس حتى الأندية الكبيرة يعني إحنا لما كنا بنروح الناس عارفة للأهلي ده عارفة ضلع من ضلوع البطولة يعني ما ينفعش البطولة تتلعب إلا لما يبقى فيها النادي الأهلي طبعا طبيعا الناس بتشكك لازم إحنا اللي على حق نروح مش عارف مين اللي حق يروح بس في الأول وفي الأخر الكاف أو يعني الناس المسؤولة عارفة كيمة النادي الأهلي وجماهيره فعارفة اللي البطولة لما بتتلعب بنادي كبير بطل أفريقيا كذا سنة على التوالي فطبيعا اللي هو دايما يبقى ماجور فمع احترامي طبعا لكل فرقة تانية مش بقلل من حد بس النادي الأهلي يعني بطولاته وتاريخه هو اللي بتكلم عن نفسه فمحدش حق للنادي الأهلي حقه فطبيعا اللي ده لازم يبقى موجود مظبوط يمكن القوانين اللوايح يعني كلها بتقول إن الوصيف هو اللي موجود طالما أنا بتكلم كمان غير موضوع اللوايح أنا بتكلم بشكل عام للمواصل العادي للرجل البسيط اللي حتى ممكن مش كل الناس فاهم اللوايح أنا بتكلم من اللي طول عمره من ساعد موضوع لا النادي الأهلي هو دايما ممثل مصر في البطولة دي في كل سنة فده متعود اللي هو يشوف البطولة غير بقى اللوايح دي حاجة تانية فطبيعا اللي هو الوصيف بيبقى موجود بالضبط كده